موسيقى الرسيل 9 فبراير عام 1991 للميلاد السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ذرى في زيارة للمنطقة موجها برفع وطيرة إنشاء المصانع ليتخذ ذات اليوم يوما للصناعة العمانية وفي كل عام يأتي اليوم ليراجع فيه ما تحقق والبناء عليه ماذا تريد منه سلطنة عمان لمستقبلها فلقاء وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالصناعيين بحثت تحديات ونقاشات لرفع مستوى الاستثمار وتوجيه الذكاء للصناعي في الصناعة ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 7.8% حتى نهاية سبتمبر 2021 مقارنة بنفس الفترة لعام 2020 حيث بلغت قيمة الأنشطة الصناعية 4.75 مليار ريال عماني حتى الربع الثالث لعام 2021 بمعدل نمو وقدره 9.1% مقارنة مع نفس الفترة لعام 2020 الفترة القريبة المنصرمة إنجازات لمشاريع صناعية ضخمة من بينها مجمع لوال البلاستيك ومصنع كروال إنتاج الحافلات بالدقم ومصنع أوكيو للغاز البترولي المسال ومشروع جبال خف للنفط والغاز نحن دورنا اليوم لازم نحفز هذه الصناعات ونساعدها وندرس التحديات ومعوقات التي تواجه هذه الصناعات خاصة مثلا في تحفيزهم تخفيض الضرائب أيضا تعرف الكهرباء والماء فكل هذه معوقات موجودة يجب أن نقف على هذه المعوقات ونشوف كيف نقدر نتعاون معهم هناك نمو في جميع القطاعات وهو أهم الثلاث قطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية الصناعية 2040 هي صناعات تعتمد على المواد الأولية وصناعات ذات رأس مال الكثيف وصناعات تعتمد على البحث والمعرفة والتطوير اللغة الأرقامي تشير إلى أن مساهمة القطاع الصناعي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بلغت ملياري ريال عماني وذلك بنسبة ثمانية ونصف بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الذي بلغت فيه الاستثمارات الأجنبية في القطاع ملياراً وأربعمائة وثمانين مليون ريال عماني هو في مداء يقترب حجم الاستثمارات من المليار السابع هو البدء في عمليات تطوير خمس مدن صناعية جديدة لتضاف إلى المدن التسع في مختلف أرجاء سلطانة عمان والاقتراب من توطين المشروع رقم 2300 من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار فارس بن جمع الوهيبي مسقط سلطنت ترجمة نقر